إلينا دليلا يسقي قلوب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد هذا اللقاء المفتوح الذي يستقبل أسئلتكم الكثيرة والتي لا شك أنكم تشتكون أحيانا بأن الدور لا يأتيها لا بأس كما قلت لكم في بداية الحلقات ستظل محفوظة عندنا نأتي أو نستفيد منها بين الحين والآخر في حلقات مختلفة قد تكون بعد رمضان إن شاء الله طيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة رقمنا الذي نستقبلكم عليه هو 24-954-6-1-1 يمكن أن تتصلوا بعد ربع ساعة أو عشرين دقيقة من البرنامج إن شاء الله فأهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم فضلت الشيخ أحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع المجيد آمين يا رب العالمين نبدأ كعادتنا بالتفسير سلطان الجابري يقول في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين من هم الذين ضاق بهم ذرعا وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن المقصود برسل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أي الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى لوط عليه السلام لتنجيته ومن آمن معه من العذاب الذي سيصيب قومه وذاق بهم ذرعا لأنه لم يكن يعرفهم أنهم ملائكة من عند الله تبارك وتعالى ولذلك فإن نفسه ضاقت وأصابه الهم لمعرفته بما عليه قومه من الجهالة والباطل وإتيان الفاحشة فخاف عليهم أي على الملائكة الذين لم يكن يعرفهم من بطش قومه ومن فتنة قومه بمطالبتهم بإتيان الفاحشة معهم هذا هو المقصود برسل الله تبارك وتعالى ولماذا ضاقت نفسه لوط لأنه لم يكن يعرفهم أنهم رسل ما بيّنوا له بعد وهو يعلم طباع قومه وفساد فطرهم وما هم عليه من الفاحشة والانغماس فيها ولذلك ضاقت نفسه وهو التعبير الذي ورده في القرآن ضاق بهم درعا والله تعالى أعلم الأخ يحياد درعي يقول يلاحظ في بعض الآيات تبشيرا بالعذاب والأصل في التبشير أن يكون بالشيء الحسن المحبوب هل هناك حكمة نعم قوله بأن الأصل في البشارة أن تكون لأمور الحسنة المستحبة صحيح هذا من حيث وضع اللغة وأغلب الاستعمال في كتاب الله عز وجل لكن بعض السياقات يأتي فيها الأمر بمعنى التهكم لزيادة النكاية ففي هذه الآية الكريمة المقصود هو التهكم بالمشركين لزيادة النكاية في التعذيب وفي بيان ما هم عليه من الذلة والهوان وهذا يرد في كتاب الله عز وجل واللغة جاءت به ففي القرآن الكريم نجد ذق إنك أنت العزيز الكريم فالمقصود هنا التهكم به والتبكيت وزيادة النكاية بالمخاطب وهذا هو المقصود في الآيات التي تكون في القرآن الكريم مما فيه التبشير بعذاب أو البشارة للكفار بأمر عظيم بأمر فيه وعيد وفيه عذاب أليم فالمقصود هو التهكم والله تعالى أعلم هنا سؤال قد لا يكون الأخير اليوم قد نطرح أربعة أسئلة متعلقة بالتفسير لكن هذا ليس داخلا في التفسير مباشرة وإنما بين الوحين والآخر تعلن الجهات المتخصصة بالعلوم الفضائية أو وكالات الفضاء وغيرها من أن كويكبا سيضرب الأرض وأن الأرض ستتعرض بهزة عنيفة وغير ذلك الأخ ناصر يقول ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة التي قرأ فيها أنه سيحدث ستحدث كارثة كان سيحدث كارثة بالكرة الأرضية كويكب صغير كاد أن يصطدم بالأرض أمس يقول الله تعالى يقول في الكتاب كل في فلك يسبحون هل يختلف هذا معه؟ لا لا يختلف هذا الكويكب أيضا أو هذا الجرم الساقط أيضا له فلكه الذي يسبح فيه فمن الذي صرفه عن الأرض؟ إنما هو الله تبارك وتعالى هذا على تقدير صحة هذه الأنباء التي تتحدث عن مثل هذه المواضيع وأيضا على افتراضي أن لا دخل للبشر في مثل هذه الأمور وإلا فإن سنة الله تبارك وتعالى في الكون ماضية ونواميسه التي أرساها فيها سائرة وهو جل وعلا الذي تكفل بحفظ السماوات والأرض والله تبارك وتعالى أعلم لك صالح أو عفوا هكذا السؤال الشيخ أحمد الرواحي يقول حاور رجل صديقه في شأن سوء علاقته بزوجه فأجاب بأن الأصل في العلاقة الزوجية العداوة مستددا في ذلك إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وقوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو هل هو خطأ في التفسير أم ماذا نعم هو خطأ في التفسير ليس هذا هو المقصود فإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم المقصود بذلك هو حينما يفتن المرء بزوجه وولده بتثبيتهم له عن الحق والخير وبجرهم إياه إلى الباطل والغواية أما أصل العلاقة التي تكون بين الزوجين فقد بيّنها الله تبارك وتعالى في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإذا كانت هذه المرأة تدعو زوجها إلى باطل تأمره بمنكر أو تنهاه عن معروف فنعم حينئذ عليه أن يحذر وأن لا ينساق وراء عواطفه وما يكنه في نفسه لها ليستسلم لما تدعوه إليه لما تدعوه إليه من الافتتان ومن اتباع سبل الغواية أما في أصل العلاقة فهي علاقة مبنية على المحبة والمودة والتعاطف والألفة لا على الكدر والخصومة والعداوة وحينما آذن الله تبارك وتعالى أيضا في الآية الأخرى حينما آذن أبانا آدم عليه السلام وزوجه وإبليس للهبوط إلى الأرض بعضكم لبعض عدو فيحمل هذا على العداوة التي بين هذا الإنسان الذي حمله الله تبارك وتعالى أمانة الاستخلاف في الأرض وأعباء التكاليف الشيطان عدو له يكيد به ويوسوس إليه ويصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى هذه هي العداوة المقصودة بعضكم لبعض عدو أما العداوة التي تكون بين البشر فهي عداوة طارئة ليست هي الأصل في العلاقة وإنما هي عداوة طارئة إما أن تكون لسبب معتبر شرعا وحينئذ لا فرق فيها بين قريب أو بعيد بين حبيب أو بغير لأن الاعتبار بباعث هذه العداوة فإن كان مستند هذه العداوة دينيا يرجع كما تقدم إلى الفتنة بالباطل والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والصرف عن طاعته جل وعلا فنعم حينئذ لا بد من أن يكون هذا المكلف مدركا متيقظا لمثل هذه العداوات مستمسكا بحبل الله تبارك وتعالى المتين حذرا من أن يقع في حبائل مثل هذه الدعوات بقطع النظر عن من يصنعها فإذا كان الطرف الآخر يعادي في الدين أو يتنقص من شيء من أحكام دين الله تبارك وتعالى أو يصد عن سبيل الله عز وجل فهذه لا يشفع لها أن يكون قريبا أو بعيدا هذه هي الحالة الطارية وعليه أن يقابلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى والوعظ والنصح فإن لم يجد ذلك نفعا فبما أتيح له من المجاهدة فإن كان مع أهل بيته فقد أذن له باتباع سبول التأديب وإحكام هذه العلاقة فإن لم يجد ذلك نفعا فلا سبيل إلا أن يرفع الأمر إلى القضاء أو أن يسرح أما أن يظن بأن أصل العلاقة مع امرأته وأهل بيته إنما هو العداوة فهذا فهم خاطئ أو فهم خطأ لهذه الآيات الكريمة والله تعالى أعلم هنا ننتقل الآن إلى أسئلة الفقهية أبو أحمد السلماني عنده سؤال نلخصه إن شاء الله تعالى لأنه طويل رجل منذ مدة طويلة أوصى لابنه بقطعة أرض صغيرة فيها بعض النخلات بسبب أنه أعطى إخوانه في حياته عطاء مماثلا أكتب ذلك طبعا في وصيته بعد وفاة الأب اتفق الورثة على إمضاء هذه الوصية ويعطى أخيهم هذا الذي كتبه الأب نعم الآن صاحب الوصية الذي يعني كتبت له الوصية الإبن الآن يسأل هل هناك حرج في أخذ هذا العطاء وهل الوصية صحيحة يمكنه أن يأخذ ذلك حلالا له إن كان الإيصاء له تعويضا لما أعطي سائر إخوتي إذ قد فات الوالد أن يفعل ذلك بالإعطاء لسبب أو لآخر أو كان عن حق له إليه فلا مانع بل هذا جائز مباح له أن يأخذه فليس هنا إيثار حتى يقال بأنه يتحرج من أن يأخذه فما ورد في السؤال من بيان أنه قد أعطى باقي إخوته لكنه لم يعطيه هو فهذا يعني أن والده الموصي في هذه الحالة أراد أن يبرأ لنفسه أن يتبرأ من ما وقع فيه من الحيف وأن يتدار كذلك بالإيصاء لهذا الولد الذي لم يعطيه كما أعطى إخوته وهذا من العدالة فنتيجة ذلك أنه يباح له أن يأخذ ما أوصى له به والده لا سيما مع ما تقدم من إجازة إخوته لذلك والله تعالى أعلم الأخ علي الحضرمي عنده سؤال أيضا وهو من شقين لنأتي إلى الشق الأول رجل اتخذ أو أعفوا اتخذ الزوج قريته وطنا له في حين أنه يسكن بعيدا عن قريته بمسافة تصل إلى ثلاثة عشر كيلو هل الزوجة تتبع زوجها فتصلي وطنا في قريته هذا الشق الأول الصورة مرة أخرى لو تكرمت الزوج جعل قريته التي ولد فيها والتي نشأ فيها وطنا لكنه حاليا يسكن في قرية تبعد عنها بثلاثة عشر كيلو وأيضا اتخذها وطنا هذه القرية الأخرى هكذا يبدو نعم المرأة تتبع لزوجها في الموضع الذي يكون فيه وطنا تكون هي كذلك وفي الموضع الذي يكون زوجها فيه مسافرا تكون كذلك هذا الشق الأول الشق الثاني إن خرج إلى مكان يبعد عن قرية الزوج بمسافة عشر كيلو مترات بينما يبعد عن مسكنهم الحالي حوالي عشرين كيلو مترا فهل يؤدون الصلاة سفرا يعني ما هي المسافة التي قطعها العبرة في ذلك بالمسافة التي قطعها فإذا كان قد قطع مسافة السفر لكنه في ذلك الموضع يكون في حدود الوطن الآخر فالمسألة فيها خلاف منهم من رأى أن العبرة بما قطعه لأن حقيقة السفر والانكشاف عن الوطن تصدق عليه وحينئذ فإن عليه أن يصلي سفرا لأنه جاوز حد السفر ومنهم من ينظر إلى الموضع إلى الوجهة التي يتجه إليها فإن كان داخلا في حدود الوطن الآخر ولكنه لم يبلغ الوطن لم يبلغ العمران نفسه فهو داخل في الخلاف منهم من يقول بأنه يصلي تماما إن كان لم يصلي قبل ذلك سفرا في خروجه ذلك ومنهم من يقول بأنه يصلي سفرا لأنه جاوز ولم يصل إلى العمران بعد ونحن ندعو الناس إلى الخروج من الخلاف في هذه المسألة فطالما أن وطنه الآخر قريب فهذا يعني أنه في غضون دقائق سيصل إلى وطنه الآخر فليصلي في وطنه أي في عمران وطنه تماما هذا إن كان يقصد المواصلة أما إن كان يقصد الذهاب إلى وجهة أخرى ولكن حصل أن المكان الذي هو فيه هو في حدود الوطن الآخر لكنه لا يقصد الذهاب إليه إنما يقصد مواصلة سفره إلى وجهة أخرى ففي هذه الحالة هو في الصورة الأولى التي تعني أن عليه أن يقصر صلاته والله تعالى نأخذ من الفيسبوك سؤال أخذ زكري الخروصي بعد ذلك ناقف مع فاصل إن شاء الله يقول سؤالي عن حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله وهو أيضا من شقين الأول هل المؤمن الذي ينال هذا التكريم من الله يلزم أن تتوافر فيه تلك السبعة الأمور المشار إليها بالحديث أم أن كل خصلة منها كفيلة لينال هذا التكريم الإلهي الحديث يدل على أن كل خصلة كل متصف بخصلة من هذه الخصال السبع هو أهل لهذا الفضل من الله تبارك وتعالى ذي الفضل العظيم فلا يلزم أن تجتمع له الخصال كلها لكن هذا لا يعني أن توجد فيه خصلة منهن ثم يكون بعد ذلك مفرطا في أمر دينه سادرا في غيه وضلاله غير ملتفت لأحكام هذا الدين ولا مكترث بحدوده بل المقصود أنه على خير وصلاح واستقامة وهدى إلا أنه مع ذلك فإنه يتصف بخصلة من هذه الخصال المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقة الثانية هل من أتى وعتاد أمرا معاكسا للخصال السبعة ثم تاب وأناب وأصلح وعمد إلى تلك الخصال هل سينال هذا التكريم أم أنه ينال ثواب التوبة دون التكريم فضل الله تعالى واسع التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن بعض هذه الأعمال لا يتصور منها فعلى سبيل المثال من دعتهم رأة ذات حسن وجمال فاستجاب لوساوس الشيطان ووقع في الفاحشة عياذا بالله فقد فاته فضل هذا الأمر اللهم إلا أن يقع له ذلك مرة أخرى ثم يتدارك نفسه حينئذ وأما باقي الخصال الأخرى كتعلق القلب بالمساجد على سبيل المثال فإنه إن ضعفت نفسه في وقت من الأوقات ثم جدد همته وصار أكثر تعلقا ببيوت الله عز وجل ينتظر الصلاة بعد الصلاة ومهما عافس الأهل والأولاد فإن فؤاده وقلبه يضلان متعلقين ببيت الله تبارك وتعالى وبالصلاة فلعله يتدارك نفسه حينما يتوب إلى الله عز وجل إذن هي بحسب نوع الأعمال ما كان منها ممتدا يمكن استدراكه ففضل الله عز وجل واسع وما كان من هذه الخصال مما يفوت فحينئذ فاته ذلك وعسى أن لا يفوته أجر كما قال السائل تجديد العمل بعد التوبة والاستغفار وأن يسعى إلى أن يحمل نفسه على الخصال الأخرى لأن فيها بحمد الله تعالى سعى الأخ بكير بوحديبة أحسب أنك من الجزائر سؤالك يتعلق بالتفسير نعجله إن شاء الله تعالى للغد علي المزاوي سأطرح سؤالك ولكن الإجابة بعد الفاصل وأنا هنا حريص أن أطرح ما أستطيع من الأسئلة يقول الأخ علي بعد أن قدم لكم تهنئة بالصيام بارك الله فيه هنأه الله بكل خير يقول مسجد له ملك وقف يتمثل في أشجار زيتون ولكنه غير مهتم بها وفي طريقها إلى الضياء ترغب إدارة المسجد ببيعها والاستفادة من ثمنها لأجل بناء محلات تجارية تبقى استثمارا ووقفا للمسجد فهل يجوز البيع في هذه الحالة وإذا كان لا يجوز فما هو العمل الصحيح إن شاء الله قابتكم بعد الفاصل أعزائنا فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله نغدو مع القرآن أقوى مقيلا هدي من الرحمن ضل وارف يحيي الوجود لكي يعود جميلا فتسامت الأرواح تسبيحا له وسرت ترتل قوله ترتيلا هذا سؤال الذكر فينا هاديا يسقي قلوب السائلين دليلا يسقي قلوب السائلين دليلا الإجابة على سؤال الأخ علي المزاوي طالما أنهم يقصدون معاوضة هذا الأصل الوقفي فحينئذ لا إشكال تحت شروط أن يكون هذا الوقف الحالي معطلا فلا عوائد فيه ولا غلة منه والأمر الثاني أن يكون العوض الأصل الوقفي الجديد أنفع للمسجد الموقوف عليه من حيث عوائده ومن حيث منافعه وغلته فحينئذ روعيت مصلحة المسجد الموقوف عليه فلا إشكال وينبغي أن يقوم بذلك أهل الخبرة والدراية والأمانة حتى لا يستبد فرد برأيه في شأن وقف ثابت شرعا لعله قد حقق غبطته مدة من الزمن ثم تعطل في هذه السنوات الأخيرة أو في المدة الأخيرة بسبب الإهمال ولا يدر أيضا إن كان الجدوى من تغييره صحيح أو لا ولذلك فإن الأولى أن يكون ذلك بمشورة من أهل النظر والخبرة والدراية وإن كان هناك حاجة أيضا إلى بعض الإجراءات لدى الجهات المختصة فلا بد من تباعها والله تعالى أعلم نعم الأخ أيمان أو إيمان ربما السؤال عن فقه القوائح التي تتعلق بهذه القائحة يقول الآن من انتشار هذا الفيروس يسأل ما حكم الزواج عن طريق مكالمة الفيديو في حال وجود الوليج خارج السلطنة وعدم مقدرته على توكيل شخصا آخر علما بأنه عند عقد الزواج ستتوفر جميع الشروط وهي موافقة ولي الأمر والشاهدين وموافقة الفتاة وغيرها من الشروط الأخرى هذا مما أيضا أدى به هذا الحال كما تفضلتم وكان السؤال لغيرها لكن لا يوجد مانع إذا تحققت الشروط برضا المرأة وإذن الولي والشهود مع الاتفاق على صداق فحينئذ العقد صحيح هذه مجرد وسائل لكن في حالة أن يكون إبرام هذا العقد عبر هذه الوسائل الرقمية فالاحتياط أولى الاقتصار على شاهدين فقط قد لا يكون مستحسنا لا سيما إن كان العاقل لا يعرف الولي وهو يراه في مكالمة مرئية فالأولى أن يكون هناك من يعرفه ليعرفه بأن هذا هو الولي فعلا وأن يستعرض وثائقه التي تدل عليه على هويته وحبذ أن يكون الجمع من الحضور أو أيضا أن يكون الحضور من يعني أن يكثر الشهود في مثل هذا العقد لا نقصد أن يكثر بالعدد الذي يكون في العقود عادة إلا أنه أيضا أن يقتصر على شاهدين فقط في عقد الزواج والمقصود منه الإشهار والإعلام يعني الاقتصار على الحد الأدنى مع أننا نتحدث عن عقد يبرم عبر وسائل رقمية إلكترونية فالأخذ بالأحواط أسلم في هذه الحالة إذن هو من حيث الأصل لا مانع منه لكن على أن تتخذ التدابير الكفيلة بتحقق هذه الشروط في هذا العقد والله تعالى أنا نأخذ مكالمة واحدة اليوم على الأقل الأخ عبد المجيد الخضيري السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله بركاته الأخ عبد المجيد دكتور سيف كيف حالك؟ فضاء الحمد لله نشكر الله الله يبارك عليك سؤالي لشيخك أهلان الله يزيدها من ألمه إن شاء الله يحفظه نجد في بعض الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي من يكتب عليها صدقة جارية ويضع فيها بعض الصور ومقاطع الفيديو من القرآن الكريم أو المحاضرات وإلى آخره فهل هي تأتي في سياق الصدقة الجارية؟ جميل جدا شكرا الله يبارك فيك شكرا قزيران قبل سؤال الأخ مجيد أحدهم يسأل عن الصلاة في سجادة بها صورة الكعبة هل يصحه أو لا يصحه؟ لا يظهر وجه للمنع إذ ليس المقصود الامتهان بل المقصود التعظيم والتذكير وإن كانت الصورة شاغلة للمصلي عن الخشوع فبابها مختلف هنا في هذه الحالة لأن ما رد ذلك إلى خشوع المصلي نفسه بأن يجمع همته أن يستحضر قلبه أن يتدبر فيما يأتيه من أقوال الصلاة وأفعالها أما أن يكون هناك ما يمكن أن يكون مانعا شرعيا لأداء الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو مسجد يعني ذلك بعيد جدا والله تعالى أعلم الأخ عبد المجيد يقول يعمد بعضهم إلى تصميم صفحة في شبكات التواصل ويجعلها صدقة جارية هل يسري عليها الحكم؟ حكم الصدقة الجارية يعني هذه الصفحة إن كان فيها خير وتذكير وعظة فهي من أعمال البر والمعروف ونظرا لأن هذه الصفحات تبقى مدة غير يسيرة فنعم هي أقرب إلى الصدقات الجارية إذ ليس كل الصدقات الجارية توسم بالديمومة التي لا تنقطع سنجد نماذج لذلك ذكرها الفقهاء لا سيما فيما يعرف بوقف المنقول كوقف الدابة ووقف الكتب ووقف المصاحف هذه وإن كانت تبقى مدة إلا أن عواد الزمن تأتي عليها فكذا الحال بالنسبة لهذه المواقع طالما أن صاحبها أراد منها نشر الخير والفضيلة والقيم ويحرص على تحديثها وعلى الإتيان بالمفيد فيها فنعم هي من أنواع البر والمعروف والصدقات الجارية والله تعالى أنا فيما يتعلق بالصدقات الجارية هنا سؤال مماثل أيضا من الأخ عبد الله يقول الوالد حفظها الله أعطتني مبلغا وقدره مئة ريال حتى أنفقه صدقة جارية أو صدقة قال فما هو السبيل الأفضل لإنفاق هذا المبلغ علما بأنني أريد أن يكون صدقة جارية هل الأفضل أن أنفقه للمساهمة في بناء مسجد أو مدرسة أو إفطار صائم أو ما هو الوجه المناسب وهل في حالة أنني أردت أن يكون هذا المبلغ معي هل لي أن أعتبره صدقة عني وعن زوجتي وأولادي أم يكون عني فقط حسب السؤال أمه أعطته تمليكا له أو طلبت منه أن يدفع عنها صدقة قال حتى أنفقه صدقة إذن أمه وكلت في أن ينفق هذا المبلغ في هذه الحالة هنا سؤالان نبدأ بالثاني منهما المتصدقة هنا الأم هو وكيل عنها إذن ليس له فليس له هو أن ينوي به عن نفسه وأهل بيته إن كان يريد ذلك فليخرج من ماله من ماله ونعم هذا إن كنا قد فهمنا السؤال بحسب ما ورد أما إذا كانت قد أعطته تمليكا وهو يريد أن يتصدق فحسن جدا أن ينوي به عن أمه وعن نفسه وعن أهل بيته لا مانع في هذه الحالة حتى نشمل الصور كلها الآن في الوجه الأفضل القاعدة أو الضابط في مثل هذا النوع من المسائل أن ما كان أنفع للناس في ذلك المجتمع في ذلك الوقت فهو أفضل فإن كان في سبيل نشر العلم أو تعليم القرآن لاحتياج المجتمع إلى ذلك فهو أنفع لكن إن وجدت دور العلم ومدارس القرآن ومراكز القرآن الكريم وهناك كفاية منها فحينئذ قد تكون الوجوه الأخرى أفضل إن كان هناك جوعاء وفقراء ومساكين في مجتمعه ولا يجدون سدادا من عيش ولا يجدون من يلتفت إليهم فإن التوجه إليهم أفضل الحاصل أن المفاضل هنا إنما يكون بحسب النفأ فما كان مدبيا لحاجة في المجتمع وتعظم هذه الحاجة ويقل المنتبهون الملتفتون إليها من غيره فهذه أنفعه أفضل وعليه هو أن يتحرى وجوه البر وصنوف الطاعات هذه ليضع فيها صدقته والله تعالى أعلم أخ خليفة الراجحة يكرر سؤاله كثيرا ما حكم الإنحناء عند السلام وخاصة من تكون له مكانة اجتماعية أو هو من قوم هكذا تحيته الإنحناء في التحية فيه خلاف منهم من منعه مطلقا أي قال بحرمته ومنهم من قال بكراهته كراهة شديدة وهذا القول بالكراهة الشديدة هو قول الأكثر إلا في قدر اتفق على حرمته وهو انحناء التعظيم لأن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى أما الانحناء للتحية فهو الذي يكره بشدة عند الأكثر من الفقهاء ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقا له أينحني فقال لا فقيل له عليه الصلاة والسلام أيلتزمه أن يعانقه فقال لا فقيل له أيقبله قال لا فقيل أيصافحه قال نعم إنما هو السلام والمصافحة الرواية فيها بعض كلام لكن لها طرقا ومتابعات تجعل منها مقبولة ونحن نرى حتى نكون منصفين هناك قدر أخرجناه وقلنا بأنه محرم وهو ما يتعلق بالتعظيم فإن هذا التعظيم محرم لأنه حينئذ يكون أقرب إلى العبادة والعبادة والانحناء لا تكون إلا لله تبارك وتعالى ويكون أقرب إلى تقليد غير أهل الإسلام في عباداتهم وفي تحيتهم وهذا محذور شرعي لكننا نتحدث عن قدر لا يقصد منه التعظيم وإنما يقصد منه تحية نحن نرى أن الفقهاء تساهلوا فيما يتعلق بالمعانقة والتقبيل كثير من الملدان المسلمة اليوم تستسيغوا التقبيل بالطريقة المعروفة بين الرجال حتى لا يفهم أيضا من التقبيل ما يكون بين الأزواج لا التقبيل الذي يكون عنده اللقاء والتحية بين الرجال أنفسهم نعم المعانقة رخصوا فيها ونصوا عليها في القادم من سفر ومن طول غياب رخصوا فيها لكن ما دليل هذا الترخيص وكثير من الناس اليوم يعمدون أيضا إلى التقبيل ومرة أخرى تقبيل التحية والمعانقة وما أغلظ الفقهاء في مثل هذه الأحوال إغلاظهم فيما يتعلق بالانحناء لكن معنى أيضا هذا لا يفهم منه التهوين من خطورة الانحناء لأن أقل ما يقال فيه نظرا لهذه الأدلة الشرعية ونظرا لشبهه بما يتعلق بالعبادة وبالتعظيم أقل ما يقال فيه الكراهة الشديدة والله تعالى وفي تحية الإسلام كفاية إلا في مثل هذه المواسم فالتباعد الاجتماعي هو التحية والإجابة أيضا وصلت إلى حد الكفاية لأننا وصلنا إلى النهاية شكرا لكم فضل الشيخ عزائنا الكرام شكرا لكم على المتابعة نشكر وإياكم فضيلة شيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أشكركم أيضا لإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم إن شاء الله للغد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته